السلام عليكم كيف نسوي نفس هذا الانتقال الانتقال سهل وبدون تأثيرات برو وزي ما تشوفوا النتيجة رهيبة تروحوا كاب كت وتختاروا المقاطع اللي بتسوي عليها الانتقال تضغطوا على المقطع وتحطوا كيفريم في البداية والنهاية وفي الكيفريم الثاني تكبلوا المقطع شوية وتختاروا هذه Ease in 3 وتسويوا زي كذا في كل المقاطع بعدين تضغطوا على المقطع وتختاروا Animation in Swing Right لو كانت اللقطة قصيرة خلوا التأثير 0.1 ولو كانت اللقطة طويلة خلوا التأثير 0.2 وتسويوا زي كذا لكل المقاطع بعدها تختاروا Effect Video Effect Opening and Closing واختاروا هذا التأثير رح تصغروا التأثير لآخر شيء وتختاروا Object All Videos بعدين تحطوا كيفريم في بداية ونهاية التأثير وفي الكيفريم الأول تخلوا الـ 200 وفي الكيفريم الثاني تخلوا الأولى صفر وتحطوا التأثير هذا في بداية المقطع وتحطوا هذا التأثير 6 مرات تحت بعض في بداية كل مقطع Video Effect Night Club Camera Shake وتخلوا الأولى 10 والثانية 7 أو 10 وتخلوا التأثير لنهاية المقطع بعدها اختاروا Overlay Add Overlay واختاروا صورة سوداء حطوها على مقاس المقطع بعدين اختاروا هذه وحطوا كيفريم في البداية وكيفريم في النهاية وفي الكيفريم الأول تخلوها 0 وفي الكيفريم الثاني خلوها 80 واختاروا هذه Ease in 3 وانسخوا الصورة هذه لكل المقاطع بس تأكدوا انها نفس مقاس كل مقطع ولو غيرتوا المقاس رح يختفي الكيفريم فرح ترجعوا تحطوه وتزيدوا التعتيم زي كده وتحطوا الغراف وهذه هي النتيجة وبس كده وصلنا لنهاية المقطع ان شاء الله تكونوا استفدتم من الشرح وكان سهل لا تنسوا اللايك واشتركوا في قناتي اذا انتم مشتركين وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد